اشتركوا في كل مكان بجزر بتحية بحضراتكو وحلقة جديدة وموضوعه جديد في مشكلات في العظام بتتشابه مع مشكلات اخرى يعني ممكن تلاقي ان المشكلة بسبب القوع وممكن تلاقيها بسبب الاوطر وممكن تلاقيها بسبب مفصل وممكن تلاقيها بسبب مشكلة في الرئيسة يعني بتختلق على تير من الناس النهاردة هنعرف انه في واحدة من المشكلات هنالين بسمع عنها يقول لك اختناق في العصر يقول لك مشاكل في الاوطار يا طرق ايه هي مشاكل اختناق العصر او مشاكل الاوطار هنعرف ده انهاردة مع الدكتور احمد محفوظ اخصائي جراحة العظام والعمود الفقري ومناظير المفاصل الدكتور رحمد برحب بك انا مصحبا اختناق العصر مش قادر حرق يدي العظمة الساعتي فيها مشكلة شرح للتفصيلة بقى اللي ممكن تسبب المشكلة دي بسم الله الرحمن الرحيم احنا عندنا حاجات في الجسم ما تقدرش تربطها بمفصل معين يعني احنا مثلا نقول لكم فيه حاجات بتحصل حوالي مفصل الكتفة فيه حاجات بتحصل حوالي مفصل الكوع فيه حاجات بتحصل حوالي مفصل الرسخ أو الركبة أو الحوض أو الكاحل ما تقدرش تقول إن دي مشكلة في المفصل دي مشكلة في ما حول المفصل ما حول المفصل سواء كان في وطر أو سواء كان في عصر يعني لو هناخدها بالترتيبة كده علشان ما فيش حاجة تتهمننا لو بدأنا مثلا من عند مفصل الكوع حاجة مشهورة جدا جدا حاجة اسمها تينيس البو التهاب منشأ أوطار عضلات الساعد تمام؟ ألم المريض يجي للعيادة يقول لي أنا مش قادر أشيل حاجة إيه لها من الأرض لو شلت حاجة إيه لها عايز أسيبها من إيدي بس الوجع مش حسه في إيدي أنا حسه هنا كده في الكوع كويس؟ بمجرد ما دوس دوسة مباشرة هنا يقول لي أيوة ألم هنا بالضبط مباشر كويس؟ رغم أنه هو شكوته كده لما هو مش قادر يحمل ليه؟ الجزء ده اسمه الكمون إكستنسور أورجين المنشأ الشائع لعضلات الساعد كل عضلات الساعد الباسطة اللي تحرك إيدي تخلي دول يشتغلوا خرجا من هنا فالمنشأ نفسه التهب المنشأ نفسه التهب فده اسمه التهاب منشأ أوطار عضلات الساعد تمام؟ حتى أنا بقول للمريض سلم علي يقوم سلم أقول له اعصر على إيدي كذا مرة مجرد ما أنا كده أقول لي مش آدم في آلم في الغذة في آلم شيل حاجة تقيلة ما يقدرش فأي حركة تشغل دول تبدأ بآلام هنا فده اسمه تينيس إلبو العلاج بتاعه تمام؟ بسيط جدا بنبتدي بكذا له ثلاث خطوات علاج رقم واحد الأدوية الرست ريح نفسك ما تعملش أي حاجة بإيدك ما تضطرش العضلات إنها تشد على منشأ الأوطار ده جوء أزل مهم جدا وبنلبس حاجة اسمها تينيس إلبو بريس فكرة إن أنا أخلي الأوطار تسحب من تحتها هي ما توصلش الفوق عشان أسيب فرصة للمنشأ إنه هو يرجع يخلق خلايا من أول وجديد تاني عشان يرجع بشكل صحي هل لو أعلق إيده كده فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة أنا أصلا عايزه أعلق إيده أنا عايزه أعلق إيده أو على الأقل يلبس التينيس إلبو بريس اللي أنا أقولت له اللي أنا هعرفه عليه بوروله صورته عشان يبقى أعرفه كويس طب خدنا الخطوة دي المريض ما تحسنش على طوله كالإنجيكشن حقن موضعي حقن الموضعي تلات حاجات الكورتيكوستيرويد ده أول حاجة اللي هو الكورتيزون الموضعي تمام 2 ميلي مع معجم باكين تمام كده كده أنا بفهم المريض تمام وبورهوله يعني أنا قلت الحضرين قبل كده أنا ساعد بفتح الكتاب للمريض أنا متكلم دلوقتي بشكل علمي يعني المكتوب في الكتب تمام واللي أحنا بننفذه أول حاجة حقن الكورتيزون الموضعي وباستنى عليه وبقول له 5 أيام ما تحركش دراعك نهائيا ورقة ما تتشلش من الأرض علشان تسيب فرصة أن الدنيا تتحس كويس طب لو رجعني المريض وقال لي لا أنا لسه تعبان لي فرصتين كمان في الحال في ناس بتقول كورتيكوستيرويد أنا شخصان باحين مرة واحدة بس كورتيكوستيرويد بعد كده بعمل يعني إما بي أربي أو أعمل بيري نيورال إنجيكشن لأن ساعات في آخر أبحاث بتقول أن السي سي آي أو الأربطة الأعصاب اللي بتغزي ساعات ممكن تكون مختنقة من فوق ساعات اضطر رحق من فوق تخيل وساعات هنا يعني ممكن يبقى الألم هنا هنا بس العصب فوق أوه اللي موصل من ورا يعني أوه اللي موصل أوه اللي موصل لتحت فممكن أخده أربع صابع هنا وأربع صابع هنا وامشي على مصار العصب فوق وتحت اللي هو بيغز المنطقة نفسها لأنه ساعات لما بيطول شوية مع المريض ودي حاجة يعني أنا لسه إيه قريقها عما قريب يعني تمام فده اسمه تينيس إيلبو التهاب منشأ أوطار عضلات الساعد هل له تدخلات جراحية؟ له تدخلات جراحية بس في النادر جدا 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 تمام إن أنا بفتح على المكان بشوف أكتر وطر مشدود وبقص الوطر اللي مطوع أو اللي أنا عمله حاجة اسمها صنفرة وده أولايل جدا عادة الموضوع بيخلاص يابي علاج والتينيس إيلبو بريس أو اللوكال إنجيكشن أوحى أنه مصارات الأعصاب والمريض بيتحسن بيرجع كويس جدا جدا تمام ده تينيس إيلبو بريس يا أول حاجة تينيس إيلبو التهاب منشأ أوطار عضلات الساعد حاجة شبهه بالضبط ونفسه طرق العلاج بالضبط في الناحية الثانية جولفر يسميه جولفر التهاب منشأ أوطار الساعد القابضة يبقى هنا الباسطة وهنا القابضة نفس طريقة الألم ونفس طريقة العلاج ونفس خطوات العلاج أقدر أعملها هنا بس لما يجي هنا التهاب الأوطار الساعد الباسطة ومنشأ أوطار عضلات الساعد القابضة تمام طب حاجة تتشابه معهم آه في حاجة هنا اسمها ريديال تونال سندروم يعني اختناق العصب الكعبري تمام والعصب ده أحيان كتير جدا بيتشخص على أنه تينيس إيلبو لأنه قريب منه جدا تمام لكن المشكلة بيسمع فيه دايما المهم جدا أنه أنا أكون واخد بالي من النقطة دي وأنا بفحص المريض فمجرد ما بيتدوس على السوبينيتور أو العضلة اللي بتخليك تعمل كده لأنه هو المفروض اللي هو المستيرونتر أسياس أو العصب الكعبري بيعمل خرم في العضلة دي علشان يقدر يعد من وراء الأدام تمام فهو هنا بيختنق عند النقطة دي كويس الفكرة بقى أن بعض الأبحاث والكتب كتبة أن حتى لو عملت ايه مجي رسم عصب للنقل ده ما بيبانش يعني عادة يبان كلينيكل والصوبع ده اللي هو الميدل فينجر تمام تزق الفوق كده تمام عادة المريض بيتقلم منه برضو العلاج رقم واحد اتنين الحقن الموضعي تلاتة تسليك العصب تمام يبقى احنا احفظ التلاتة دول لأنهم هتلوم متثبتين في معظم الحاجات اللي جاي أنا بس بناخد حتة حتة عشان نعرف الناس ايه المشكلة سواء من هنا أو من جوة أو من ايه من عند اختناء العصب اللي هي يبقى هنا وطر وطر عصب تمام هننزل لتحت شوية حوالين مفصل الرزخ كويس عندنا حاجة هنا في مفصل الرزخ اسمها انترسيكشن سندروم انترسيكشن سندروم يعني اختناق حاجة اسمها الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس والاكستنسور كاربي رادياليس بريفيس دونه اسماء لوطرين لعضلات بتشتغل اكستنشن يعني ترفع ديال فوق فالمريد يجي يقول الحتة دي وجعني مورمة وساعد بتزيق يسمعني التزيق وانا حس التزيق بتزيق فعلا انترسيكشن يعني حكتين ماشيين على بعض كده تمام عشان كده سموها انترسيكشن فهو بيحرك ده بيحزف ده بيحزف ده رايح جاي كويس العلاج نفس الخطوات الادوية الراحة الحقن الموضعي التسليك تمام فهمنا كده اه يعني اعتقل ان الخطوات سبتة سبتة وشابية وفي كل اللي انا هجيهه دلوقتي سبتة كويس تمام فعشان ايه ان نبقى فاهمين بس الدنيا ماشي بزيك طريقة التعامل او طريقة الحقن طريقة التشخيص وتبقى عارف ده ايه تبقى عارف ده ايه كويس طيب هنا دي كيرفان تينوسينوفيتس تمام يبقى احنا هنا انترسيكشن اللي هو المريض مش عارف يوضي دي الفوق مش عارف يرفع ايد الفوق يرفع ايد الفوق كويس هنا بقى دي كيرفان تينوسينوفيتس يعني التهاب منشأ او التهاب الاوطار المبعدة لاصبع الابهام المبعدة لاصبع الابهام عشان كده المريض يقول لك الحتة ده هي ولما حرك صباعي فلا تست مشهور جدا اسمه فينكليشتاين تست ان انا حط صباعي كده وقفل كده واجيبها كده التحت هيا اهي شوفنا انا بنزلها لتحت جدا انا مجرد ما اعمل دي بس للمريض يا يصوت يا ينتش انه مني كويس ودي من حاجات المميزة جدا لها كويس يعني تشخصها لطريقة وطريقة بسيطة جدا كده وكده وكده تمام وبيتضيركت ايه كمبرشا كده اللي انت تضغط عليها مباشر اختناق اوطار الابهام المبعدة المبعدة تمام طيب العلاج رقم واحد العلاج والرست والسبلينت يلبس اللي هو الفام بصبورت اللي هو المدعم ويقعد يريح نفسه مش الحال مش الحال مامشيش الحال الكورتيكوستيرويد انجيكشن او طريقة الحال اللي هو الموضعي بملي بحاجة بسيطة ما تعملش اي مشكلة او الكورتيكوستيرويد انجيكشن حال انه مسارات الاعصاب تمام دون الطريقتين وبيجيب نتائج رائعة رائعة فعلا كويس يعني الحال ايه اللي يسيبه اصلا يعني ايه سبب الاجهاد يا نسيس خالد الاجهاد السكر الناس اللي عندهم سكر بيحصل فيبروزس بسرعة الناس اللي عندها ضعف العضلات وبتحمل على الاوتار الناس اللي بتشغل بشكل يدوي كتير الناس اللي بتستخدم الحركات دي تمام فالشغل اللي عادة يعني الاجهاد والضغط عليه الحوامل الستات اللي بتردع وتبقى مسكن شايلة بنها بشكل معين طول الوقت ايه اشهر الحاجات بتيجي في الحاجات اللي شبه كده تمام فالحقن الموضعي بعد كده لو لقدر الله الحقن ما جابش نتيجة مرة واثنين بعد كده بنعمل ايه تسليك الوطر نفتح فتحة صغيرة فتحة واحد سنتي يعني تبقى غرزة او غرزتين بالكتير وعادة في كل دول المريض اقدر بقول له روح اشتغل يعني كل تسليكات الاوطار والاعصاب انا بقول للستات في نفس اليوم والرجالة مارس شغلك ما تاخدش اجهزة من شغلك ادخل مطبخك بشرط واحد بس ان انت ما تجيبش مية ناحية المكان اللي فيه الجرح علشان بس يلحم بسرعة انها فيش حاجة ممنوعة بالنسبة لي ان انت تشتغل او ما تشتغلش تمام يبقى ده كده اختناق اوطار الابهام المبعدة تمام طيب ندخل على هنا بقى الكبير بتاعنا بقى هنا اختناق العصب تمام اختناق العصب والله العصب بقى هنا كزا نوع تمام عندنا الميديا نيرف اللي هو العصب الاوسط عندنا الألنر نيرف اللي هو العصب الزندي وده يواصل لحد هنا عند الكوع تمام كده هنتكلم الاول عن العصب الاوسط اللي الناس بتسميه الكربال تانل سندروم اختناق العصب بس الناس بسميه له شرايين وتسليك شرايين مش عارف يعني دايما يقول لك زينا عاملة تسليك شرايين هو طبعا هي تقصد العصب تمام اختناق العصب أنا عندي هنا باند الباند دي بتكون العصب معدي من تحتها مباشرة مع الحركة والإجهاد الباند دي بتشد شوية حصل الله شوية التليفات فمين اللي نايم تحتها على طول العصب فيتقوم خنق عليه يأثر فين الصبع ده وده وده ونص ده تمام؟ ده وده وده ونص ده يعني المريض أمسك له الصبع ده وحسله على ده يقول لي كويس هنا منمل تمام؟ يبقى الثلاث صبع ونص دول يخصوا العصب الأوسط يزد على المريض بالليل يقول لك بالليل فيه ستاته وتقول لي أنا بقوم أخبط إيدي في الحيطة أو أسقف كده بإيدي علشان وقعد أعمل كده في إيدي علشان التنميل وحدته تقل شوية لو مسكت موبايل في إيدي ولا حاجة وبعايز أرمي من إيدي 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 بتخدل بسرعة وأكتر بالليل ليه؟ علشان ركود الدورة الدموية بالليل إنها بالنهار أنت بتشتغل وبالتالي في دفع دمه ويشغال فملين الموضوع شوية كده لما بتعمل إيديها كده بتشغل الدورة الدموية كويس التستات بتاعته عندي في العيادة الفالنز تست والألنز تست تمام؟ اللي هو طبعا ده أهم واحد تمام؟ أو اللي أنا أمسكه بإيدي واخنوه أنا لفترة شوية وهو المريض في ساعتها في خقال من 30 ثانية أو ديابي يقول لنا دي أنا مميلة بعمل رسم العصب وبشوفه والله لو رسم العصب طلع لمايلد مدرت سيفير ده هي ده درجاته الدرجات بتاعه بسيطة متوسطة ولا شديد لو هي مايلد ومدرت يعني بسيطة ومتوسطة ممكن أعمل أحقل له ما فيش مشكلة خالص سواء بحقن مباشر فوق بالستيرويدز اللي هي الكورتزون الموضعي أو بالبرينيورال بقى اللي أنا قلت لك عليه اللي هو حقن المسارات بتاعته بقى أمشي مع الكورس بتاعه تمام؟ أمشي مع كورس العصب نفسه وبيجيب نتائج رائعة برضو كويس؟ طيب سيفير بقى عادتا ما بتحسنش الشديد الشديد ما بتحسنش عادتا بنفتح فتحة قد جديد صواعي كده بالزبط كده تمام؟ وبرضو بسلك المريض ومجرد ما بيخرج برضو روح اشتغل روح اشتغل بسم يجيب شمال في الجزئية دي روح اشتغل ليه يا أستاذ خالد في نقطة هنا في النقطة في الحتة دي ليه؟ لأن ناس كتير جدا بتقعد تقول لي ده أنا مش هعملها علشان دي بترد تاني ده قالوا لي بترد تاني مشهور الكلمة دي قوي مشهور المشكلة في العصد ده أصلا أيوة طبعا ونستات كتير تفضل مأجلة العملية سنة واثنين لقولك أصلا قالوا لي بترد أصلا صاحبتي قالت لي بترد كويس؟ هي لا بترد ولا بيحصل اللي بيحصل إن المريض بيقعد فترة بعد العملية ما بيتحركش فالجرح لما بيجي يقفل بيقفل بحاجة اسمها فيبروزيز تليفات بيلزق تحته والمنطقة هنا الأنسجة فيها غير الأنسجة هنا غير الأنسجة في أي مكان كويس؟ الحاجة التانية طريقة الجرح نفسه الجرح نفسه لازم يكون ناحية ناحية ميديل شوية تمام؟ ناحية ميديل شوية لازم يكون جاي هنا شوية ليه؟ لأن في بعض الناس في برانش في فرع من العصد طالع سوبرفيشيال طالع سطحي شوية اسمه الريكارانت برانش تمام؟ ده ماشي هنا كده لو أنت المشرة هو بيفتح لو لا تشوف السكة فالمريد يحس بشوية تنميل بعد العملية هو مش العصب الحقيقي اللي كان بيعمله بس عصب تاني بس هو شاعر بتنميل فيتخيل أنه هو ما تحسنش أو رجع له تمام؟ فعشان كده بنميل بالجرح شوية ناحية برطاعة مش مبهين كتير واثنين ميلي يعني تمام؟ عشان بس ما يتشبهش الألم فهي دي الملاحظات اللي بأس العملية ولا يمكن ترجع إن شاء الله يعني لو مش شنا بالطريقة دي ويكون التسليق حصل من جوه بشكل كفء تمام؟ ده بالنسبة ليه الكربلتانلس الدروم أو اغتمال العصب آه يبقى هو لو متوسط أو بسيط تمام؟ لو هو متوسط أو بسيط نقدر نحقنه ونلبسك سفلينت شوية وخلص الموضوع على كده أو سيفير أو شديد شوية سيفير أو شديد بقى ده هنحتاج اللي إحنا نعمل فيه التسليق وتقدر تمارس حياتك عادي خالص ما فيش أي مشاكل بشكل طبيعي تخرج من العملية تشتغل وتعمل كل اللي إنت عايزه أنا فكر مرة عملت الواحدة تسليق وبعدين كانت قريبتي يعني فروحت أزورها أنا وزوجتي وكده أولادي فبص لقيتها هي اللي بتخدمنا بالليل يعني أنا عملتها لها الصبح وهي اللي كان بتخدم علينا بالليل بتجيب لنا الطلبات يعني لأنا قلت لها هيوة كده بربع عليك يعني زي الفول ماشي مظبوط خليك على كده بس أهم حاجة نقطة المي ما يجيش مي على مكان الجرح عشان بس ما يحصلوش زي تلبين كده ما يلدنش عشان إيه ما يلتأم بسرعة ما يحصلش لعدوى ولا كلام من ده طيب ده كده في بقى الأوطار بقى تمام عندنا كده العصب الأوسط كده العصب الأوسط وزينا تعمل معا طب قبل ما نخش على الأوطار ناخد العصب الإيه الألنر ورد اللي هو العصب الزندي العصب الزندي له كذا طريقة ممكن يختنق فيها أو تحصل مع مشاكل احنا اتفقنا أن العصب الأوسط بياخد الثلاثة ونص الواحد ونص بقى اللي في الجنب دول من العصب الزندي بياخد من العصب الزندي عندك هنا قناة اسمال جاينزي كنال تمام وهو وراء هنا سوبر فشان حتى لو حد خبط كوعه كده في الحيطة يقولك بنتكهربت نمل اه نمل لو حد مثلا ضغط شوية كده يحس بخد الماشي في المنطقة دي هو ده العصب الزندي تمام ممكن يختنق من هنا ممكن يختنق من هنا اميزه ازاي اميزه بالفحص اللي كلينيكي عندي في العيادة واميزه به الامي جي والنيرف كوندكشن استطادي رسم الأعصاب والعضلات تمام اختنق من فوق لو اختنق من هنا ودرجة بسيطة بوقف المريض يقال لي في الوضع ده بلاش ان هو فضع التنشنة ده علشان هو بيكون مشدود وراء العضل يبقى ايده مفروضة وياخد علاج وممكن اعمله بس ايه بتاع تليين بمسارات الأعصاب حواليه لو موضوع وصل للشدة شوية او نيروما اللي هو بدأ العصب نفسه اذا يعمل كل كيعة كده على نفسه من جوة او عليه فيبروزة تليف جامد او يزانق عليه الروباط اللي موجود ساعتها لا ده لازم تدخله فبنفتح فاتحة بسيطة كده وبنقل العصب بنقل العصب من مكانه لمنطقة قدام شوية وبسبته تمام والمريض يقدر يتني ويفرد ويمارس حياته وبعد حوالي اسبوع لان انا بحطوله كبيرة او حاجة كده بعد العملية الحد بسم الجرح يلتايم ويثبت في مكانه وبعد العمليات مباشرة يعني ايه هو بيحس بالفعل حركة الايد حركة ايه حركة ايه انا حطته في كبيرة بعد العملية انما المريض نفسه بشعر بالراحة بمجرد انه مشدود جدا انا مرة عملت الواحد هنا نقل عصب واحدة ستة يعني نقل عصب العصب عمل عمل كورة عمل كورة يعني كانت وصلت المصابحة عملت كده تمام بالشكل ده ايه اللي بيوصل العصب لانه يروح لمرحلة ده اللي وصل العصب اول حاجة الاهمال طبعا والخوف من المريض اصلا بترجع اشهد كده بسمعه بترجع تاني بترجع تاني اذا انت صابعك دخل على شلل يعني ده خلاص ده وصل كده اتما عادش عارف تفرده تمام يعني خلاص العصب وصل لمرحلة يعني عنيفة تمام بمجرد دي ما انا قلت لها العصب قدام قالت انا كنت عاملة في نفسي ليه كده هي اللي قالت انا كنت عاملة في نفسي ليه كده والله الخوف الغير مبرر للمريض وثقة المريض الزائدة في اي شخص غير الطبيب اللي بيعلقه ودي مشكلة هو اخده كده اول واحد ياسك في اي حد الا الدكتور يعني واحد كان عندي مرة بغض النظر بس مثال بس اطع غضروف اطع رباط صليبي واطع رباط جانبي يعني الود متبهدل بعد حدثة تمام يا ابن انت عايز عملية ومش قادر يمشي على رجليه ورجلي بتوقعه ولكلام ده كله ابوه جالي اما يقول لي اسنان اسمعت اسنان اسمعت ان انت لو لعبت في رجبتك بالمنظر ما تتشماشي تاني هو ابنك بيمشي اصلا يعني هو انت اسنان ابنك بيمشي او مش كلم انه سمع من ايوه فارب اقول له انت اسمعت من لي حاج قال لي من واحد زميلي كان قاعد معايا يعني سورياني على المصطبة قلت له قاعد المصطبة قلت له سيبت الدكتور اللي درس ويحضر يعني ماجستير ودكتوراه وبيتكلمك في الموضوع وشخص لك ابنك وعرفك كل حاجة يا اخي عيب طيب يعني ما تعملش كده يعني في بعض الاحيان انا ممكن اتعصب وممكن اقول له مثلا تفضل يا سيدي اشعاتك هيت وعالج ابنك انا خلاص ده اخري او خليه يخليه عالج ابنك لكن مثلا المريض اللي بينصح ده دايما هو مش مضرور في حاجة هو لا حاسس بالقلم اللي انت حاسس به ولا هو بيصحب الليل من كتر التنميل اللي بيحصل في ايده لو عنده عصب ولا مقدر ولا هو فاهم حاجة في اي حاجة لكن انا بفهم في كل حاجة انا العالم العلامة الفاهم الفهام ننتقل من الشخص اللي عند كل واحد فينا يفهم كل شيء في الطب والهندسة والصيدلة وبنمشي وراء لانه قلنا انه فيه اختناق قد يكون في العصب الاوسط والعصب الزندي في العصب الزندي فيوقف الصبعين دول فالصبعين دول تمام فلو هي المشكلة هنا هنقل العصب وخلص الموضوع تبلقوا المشكلة تحت المشكلة تحت قد تكون انه فيه كسر في عضم اسمها الهميت او يكون فيه كس زلالي ضغط عليه او يكون فيه حاجة اسمها انيوريزمال سيست ده حاجة مشكلة في الشرايين ضغط على العصب ومجرد ما بفتح على الجاينز تمام اللي هي الكنال اللي موجودة تمام بمسلك العصب وبرجع المريض يعني يمارس برضو حياته موالطبعي جدا مفيش اي مشكلة اي مشكلة كل الحاجات دي المريض يقدر يمارس حياته في نفس اليوم في نفس اليوم تمام طيب نيجي بقى على التريجرز تمام طيب المريض شاكوته تبقى عاملة ازاي يقولك وانا باتني وبفرد صباعي بيعلق ويطرقع مني صباعي بيعلق ويطرقع مني ده له اربع درجات كويس اول درجة ان المريض يتني ويفرد بس حاسس بالنسبة قلم بسيطة بس بيتني ويفرد الدرجة التانية ان يعلق وينطر منه الفوق الدرجة الرابعة انه يقف وهو اللي يعدله بايده الدرجة التالت انه يقف وهو اللي يرفعه بايده والدرجة الرابعة انه يثبت ما عادش عارف لا يجيبه كده ولا يجيبه كده ده بيحصل في الاي وان بولي الوطر عليه تلت تقفال تمام القفل اللي تحت تمام القفل اللي تحت هنا هو ده اللي ممكن يحصل فيه المشكلة فعشان كده المريض يجي يقول لي صباعي او انا سايب صباعي خالص ويقول لي الوجع عندك هنا الوجع عندك هنا الوجع عندك هنا تمام فالمريض لو هو مرحلة اولى ومرحلة تانية بحقنه بيجيب نتاك كويسة جدا وخلص الموضوع برضه تمام درجة تالت درجة ربعة تسليك يبقى درجة اولى درجة تانية احقنه احقن فاحقن الموضعي ده مالوش علاج غير كده يالحقن يالعملية تالت ربعة بنسلق تالت ربعة سلك اللي فيه مشكلة وخلاص اه وقد تكون نسال لكم بنج موضعي او بنج كلي على حسب اللي هو بيخاف يعني انا بخير المريض عايز بنج كلي يعمله لك في عشر دقايق تمام وخلص الموضوع لو تستحمل بس ايه حقن تشكت البنج اللي هتحصل انت بش مستحمل وبتخاف بقى من جو العمليات والكلام ده كله اللي احسن تاخد ايه بتاع حاجة دروخك كده وتنام نعملها لك برضه عشر دقايق ربع ساعة وتقدر تمارس حياتك عشان ما تحسش عشان ما تحسش بالقلم وكمان في ناس بتخاف من الجو العام بتاع العمليات والكلام ده تمام وبتبقى برضه الموضوع غرزتين على الاكثر يعني تمام كده احنا خلصنا تقريبا كل الحاجات اللي ممكن تحصل اللي موجودة اللي ممكن تزلل ليست من الايه اه من ال من ال يبقى كده وفيه طبعا معلش في حاجة في الاخر بس ايه نقولها بلما انسها اللي عندنا حاجة اسمها هنا الديبوترين كونتراكشر الديبوترين كونتراكشر هو عبارة عن فيبروزيس تليف بيحصل على واحد من ال من ال من الاوطار اللي موجودة هنا فتلاقي ده بيعمل كده شوفتني ده بتعمل ازاي كده فتلاقي المريض جايلك بكونتراكشر عنيف هنا كويس ده اول ما بنشوفه هو كمع مجدودة مجدودة وعن معمولة كده بالطريقة دي المريض ما بيعرفش يفتح ايده ابدا هي جاية عاملة كده كويس فده اللو حقنة كده بس للأسف مش متواجدة في مصر بيعنف يعني مش نراش القابل ساهل لان احنا بندخل بنحاول نحل اللي بتاعه ده فالاغلب الاعمل اللي احنا دايما بنفتحه بنشله التلايف ده خالص ويفرد وينخيط وخلص الموضوع وخلص الموضوع يعني ده اسمها ده بوترين كونتراكشر وده برضو فيه ناس بتشخصها على انها تريجر اللي هو اختناء في العصب في الوطر وهي مش اختناء في الوطر فدي برضو نقطة لازم نخلي باننا منها لانها شكلها مميز جدا اصلا انت بتحس ان فيه حبل انت قادر تمسكه يعني حبل كده في المريض انت قادر تمسكه منها حسوا لمسوا اه حسوا لمسوا هو فيبروزيس بيكون واضح جدا كده ما كانتش حقنة موجودة بنلجأ يعني حتى في العمليات بطلعوا كده قدامي بديل المريض بعد العملية بقولوا الحبل اللي كان عندك خدوا انت ماشي خدوا انت ماشي طيب هنكمل باقي موضوع نتكلم فيه عن اختناء العصاب ومشاكل اطار ولكن هنروح لفاصل وانواصل مرة اخرى ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم بنتكلم عن مشاكل اختناء الاعصاب ومشاكل في الاوطار ممكن تخلي ايدك ما تتحركش بسهولة حس بتنميل حس مش قادر تتلم صابعك ولا تتنيها ولا تحركك في مشكلات تانية قد تحدث تسبب برضو بعض الالام للناس احنا قلنا هنتكلم عن الحاجات اللي هي اوطار واربطة يعني جنب المفاصل وليست منا المفاصل وليست مشكلة في المفاصل احنا كده تقريبا خلصنا الحاجات اللي ممكن تحصل فوق اللي هي الاشهر والاعم اللي بتحصل عند معظم الناس تمام لو تكلمنا بقى على الطرف السفلي مثلا ايه اللي ممكن يحصل فيه من اشهر الحاجات دايما اللي بتحصل اللي حاجة اسمها جريتر تروكنتر بيرسايتس يعني المريض ييجي هنا كده تمام المريض يقول لك وانا بطلع السلم وانا بحط رجل على رجل وانا ما بنام على الجنب ده ألم ألم يقدر يحدده يعني يقدر يحط إصباعه عليه كويس يقول لك انا حسنا ننام على زلطة أو على طوبة ربنا عامل للوطر اللي نازل من هنا ده في عضلة اسمها تنسر فاشيالاتة بتتجمع في وطر الوطر ده يعدي من على العضماية اللي هي البرزة انت تحسها هنا كده تمام في برسة برسة يعني زي مخدة كده كيس زلالي الوطر معد عليه فأول ما تلتهب بقت يعني عامل زي شفت مخدة كده تقطعت ونتحطيت خدك عليها تصحى الصبح تلاقي وشك كله مليان قطن وحاجات من كده هي نفس الفكرة بس التهبات بقى تملى المنطقة تمام فالمريض يقول لك كان حد لشيئني مصمار في الحتة دي كويس طيب ده علاجه الحقن الموضعي أو العملية الجراحية ام تنلجأ للحقن الموضعي وام تنلجأ للعملية ماش كويس هفتح اشيري البرسة دي تمام هفتح اشيري البرسة دي تمام الحاجة التانية اللي ممكن تيجي في نفس المنطقة وبرضه ممكن تتشخص أو يجي معها الجريتر تلوكانتر برسايتس اللي قال التهاب الكيس الزلال اللي هنا ده ويكون برضه معها مشكلة تانية حاجة اسمها إليو تيبيا الباند صندروم يعني إليو تيبيا الباند صندروم إليو جاية من الإليا تمام وبعدين دواطر ماشي هنا الحاد دي هنا كده كويس يعني ماسك الجهة دي كلها ونازل كده فهو بيتشد بيحصل له تنشن شوية فلما يتنشن يتنشق على المنشأ والمغرز يتنشق على المنشأ والمغرز ما هو شد من ناحيتين كويس فيبدأ يسمعلي فوق لأنه ماسك من عند الجريتر من فوق فيبدأ يظهر لنفس الأعراض اللي بتحصل للبرسة اللي بتحصل مع الجريتر تركانتر بيرسايتس يعني بيبدأ يشعر بألم من هنا كده وممكن ينزل معه ينزل معه لحد الجزئية دي هنا كده تمام ليه لأنه هو ماسك جزء كده وجزء كده فمع كل لما المريض يحرك يشعر بألم يطلع لفوق وينزل لتاعة فيشعر باعتكاك هنا فبحقن فوق وبحقن تحت واعمل ببدأ الأول عادة بالعلاج والستريتش ما بحنش في ده يعمل إطالة علشان هو متنشن فانا حاول لو هو طولهول والله يدنيا كويسة هتفك الشد اللي في المنطقة دي عشان يرتاح فلما تحقن تبقى مساهل لنفسك الدنيا شوي أو حتى ممكن ما أستغنى عن الحقن لو هو خلاص لو الدنيا تحسنت اتحسن خلاص مش هاحن ولا هعمل حاجة أنا همين المريض يتحس كويس طب لو جالي ولا لسه في ألم هساعد موضوع الستريتش ده لنا وقف التهابئات اللي حصلة فوق وحصلة تحت حقنة فوق وحقنة تحت شكة وشكة وخلص الموضوع حقنة ايه احنا اتفقنا بقى يا إما بيرينيورال انجيكشن حقنة مسارات عصار نفس القصة كل اللي هقوله طول الحلقة طول الحلقة هي كاتيجوري واحد اه يا بنيع الكورتزون يا بنيع الكورتزون موضعي أو بيرينيورال انجيكشن أو بلازمة ده رؤية للمريض عندها سكر مش هحللها كورتزون طبعا كويس أو العشان حلل حتى حتى كورتزون موضعي لازم يكون مزبطلها سكرها بشكل معين وبعرف المريض انها حقنك ايه لازم يبقى فاهم ولازم يبقى مستوعب معايا كويس وبشرح له الموضوع بمنتهى التفصيل كويس طب حقنة وعملت كل حاجة والمريض لسه متقلم ساعتها أنا اللي بطول بقى الوطر بإيدي أنا اللي بطول الوطر بإيدي إزاي بقى بفتح وبعمل حاجة اسمها زد بلاستي زد بلاستي زد بلاستي بقص الوطر بشكل معين فتحة كده من هنا وبقخيطه بشكل معين بحيث اننا اللي طوله جراحيا لو فشل العلاج الطبيعي وفشل الحقن الموضعي بتدخل أنا جراحيا بس ده مش قبل سنة هو الكتب من 6 شهور لسنة تمام يعني أخيها اللي أقعد معلعين 6 شهور في الكنزيرفاتي في تريتمنت في العلاج التحفظي كويس قبل ما ياخد الإجراء بإن أنا طول الوطر قبل ما ياخد الإجراء عن طريق الجراح آه عن طريق الجراح أنا نفتح وأعمل حرف الزيت كده عشان أطوله شوي كويس الحاجات اللي ممكن تيجي برضو في نفس المنطقة دي حاجة اسمها الأنتيرور سوبيور إليك سباين تندونايتس يعني عارف ربطة الحزام في حاجة برزة هنا كده صح الوطر ماشي لحد وراء ساعات الوطر ده بيتشد فبيعمل حاجة اسمها سوبيوريك سباين تندونايتس يعني الوطر ده بيتشد في بيبقى ميدايق المريض قوي دايما حاسس ان في حاجة بتغزه هنا كده الفكرة كمان ان الوطر ده ممكن يتشد يضغط على العصب اللي معدي ينملك الجزء ده فبيحصل حاجة اسمها ميرالجيا بارستيتيكا يعني التهاب العصب الفخزي المغزي للجزء الخارج من الفخد الوانسرد تمام فالمريض يشتكي بتنمية الماشي هنا تمام يقول لك السنة كشفته وقال لي ده عرق ناسه وقال لي ده غضروف ومشا علي تبقى المشكلة جاي منها من هنا كويس عشان كده قلتلك البحص الجيد والسماع الجيد دي خلاص اناخدناها في كل حلقات تفحص كويس تسمع كويس تشخص كويس تجيب نتيجة كويس ان شاء الله تمام فعدلوقتي تخيل من هنا كده انا بدل المريض الاول علاج وبقول له ارتاح ولازم في العلاج بنيدي حاجة اسمها تي سي ايه تراي سايكلك انت دي بريسانت عشان مرضى كتير يقرى العلاج مثلا طبعا المرضى المصريين بيحبوا يطلعوا البنفلس بتاعة العلاج ويقرروا الشتات كده وبعدين ييجي يقول لك انا مخدتش الصنف ده علشان اسطنا انا رأيته بتاع اكتئاب وصرع ومش عارف ايه على اساس يعني ان انا لما كنت كتب وانا مش عارف انه تقرى صرع ولا انت يعني وانت فاكر انت هتجيب لي معلومة انا مش عارفها كويس تمام يعني ده نقطة مهمة يعني طبع انت انا ما عنديش اكتئاب يا سيدي انا عارف انا كتبه ليه انا عارف انا كتبه ليه تراي سايكلك انت بريسانت من الحاجات المهمة جدا في التهابات الاعصاب تمام ده مهمة جدا لان العصب بيورو بثك بين هي مشكلة مريض الاجتاب اصلا فيه فصلة حاصل ما بين دماغه الاشارات العصبية وبين عصاب جسمه تمام يعني ده حاجة برضه لازم قعد اشرحها للمريض ان انت ملاكش دعو بالبنفلس بتاعة الرشدتات لو سمحت لو لقيت حاجة اخد العلاج انا عارف العلاج انا كتبه ليه لو شعرت بشوية دروخة الكلام ده كله لازم قعدها هنا يا دكتور احمد وظيفتنا في رفع الوعي انه رفع وعي المريض يخليه متطمن يخليه يمشي ورا الدكتور وهو مدرك تماما ومتأكد انه بيجير الحاجة اللي في مصلحته ولا هتساعده ولا هتفيده تمام بس انت لا يخلو الامر طبعا من واحد يقولك لا 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 ده هيدر هيفضل موجود ولكن قدر مستطاع بنقلل ابو العريف ده هنقلله هو موجود مع كل مريض ابو العريف تمام فالميرالجابرستيتي قد طبعا تكون حصلة من العمود الفقري وقد تكون حصلة من هنا تمام بنمشي بالعلاج الاول عادة بنسبة كبيرة جدا فوستين في الماء المريض بتحسن ما تحسنش بحدد المكان مباشرة وبحين عليه حقنا مباشرة ما تحسنش يعني في النادر اوي 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 ان انا ممكن اتدخل جراحيا فيه بس ده نادر ما عملتاش ما شفتاش بصراح كل المرضى بتتحسن كويس الحمد لله تمام طيب احنا كده خلصنا ده الجزء اللي فوق ده الاشهر اللي عامل واخدنا العضميتين اللي هنا اه العضميتين اللي هنا من الحاجات اللي ممكن تيجي بس اللي هي التهاب العضلة الضمة اللي دي تيجي في الرياضيين اكتر فالمريض العضلة اللي هنا دي اللي هي المجموعة كده اسمها يحصل فيها تندنايتس فبرضو لازم ابقى عامل للمريض باصط بقى عضلات وراحة ما بزيرش مجهود ويعمل لاستراتشات كويس وكلام ده بصراحة يعني بقلق من الحقن في المنطقة دي علشان الحاجات العصاب اللي حالي المريض ساعات ما بيكون غير سابت فلو هحينها بحينها تحت الصنارة تمام بس هي في الاغلب اللي عم بتخف الحمد لله بتبقى الدينية كويس اللي لم يكون حصل ربشر ربشر يعني فرقعت فرقعت تمام يعني اللي هو خلاص سابت ايه مكانه طيب احنا كده خلصنا تقريبا خلصنا الجزء ده وخلصنا الجزء الامامي ده طيب ايه حاجات ممكن تحصل هنا حوالين الرجبة ومش من الرجبة فيه عندك من اول الكوادريسيبس الكوادريسيبس العضلة الرباعية ممكن تلتهب الوطر ده يلتهب كويس اللي هو الكوادريسيبسي تندون وطر العضلة الرباعية كويس ممنوع منعا بتا يتحين فيه كورتزون ابدا فيه تلات اماكن في الجسم ممنوع منعا بتا تحين فيه كورتزون الكوادريسيبسي تندون اللي هو وطر العضلة الرباعية وطر الرطفة وطر اكيلس تمام كده ممنوع منع كوندرا انتكيتد ممنوع لأنه ممكن مع الزمن الكورتزون ده يربشر تمام فبلاش نحن فيهم أو ممنوع نحن فيهم ممنوع نحن فيهم كورتزون انت خدت بالك يا سيدس خالد من النقطة إن في حاجات أقولك لا إحن فيها وحاجات أقولك ممنوع فيها الكورتزون يعني في الآخر أنا حارس على مصلحتك مش فكرة بقى اللي أنا عايز رشاك حقا أو كورتزونات وخلاص تمام يعني اللي مكتوب أنا هنفزه العلم أنا هطبقه لكن مش بغض النظر بقى أنت توافق أو ترفض ما تفرقش عندي أنا أفرق عندي لأنه همشي الطريقة الصحة تمام المناسبة بالنسبة لك واشرحها لك كمان أنه تبقى عندك وعي بيها تمام ده يناسب مع حقن البلازمة ويناسب مع البرينيورال البلازمة أكتر لأن البلازمة فيها عوامل بنائية بيكون حصل شوية تلف للوطر وممكن يكون التهب بشدة خصوصا مع العن لو العضلة ضعيفة فهو بيتحمل ليفر أرمى عنيف حركة عنيفة يعني بحينه باللازمة بيجيب نتائج كويسة جدا فيه تمام نفس الكلام على الباتيلر تندون اللي هو وطر الرطفة تمام نفس ممكن يحصل ألم هنا أو يحصل هنا بلازمة برض مفيش كورتزيونت هنا خالص تمام يحصل هنا ممكن حاجة اسمها بيرسة اللي هو البري باتيلر بيرسة يتلاقي كورة كده طلعت هنا قدام كده بلونة كده عند المريض يقول لك أنا مش عارفتني بيفرد عادي بس ما مش عارفتني يعني كويس عشان الحاجة اللي طلعت هنا الحاجة اللي موجودة هنا فدي بسحبها ممكن أدخل بالإبرة بسحبها سرينجة كده أه سرينجة بسحبها أهم حاجة ما تكونش ملتهبة لو ملتهبة بدي مضادة حية ومضادات للتهابات الأول للمريض وارجع لي بعد أسبوع تمام لو خلاص الدنيا اللي تهابتها راحت بدخل بسن إبرة 10 سنطي كده ولا حاجة وبسحب المادة اللي فيها كويس اتسحبت وخلاص واتطمنت إنها فشت والدنيا كويسة ممكن أحقن بها فيها بقى حاجة مضادة للتهابات ممكن ما حقنشي بس بعرف المريض إنها ممكن ترجع ممكن ترجع هي دي وسيلة بس إذا والله يا ربنا كرمك والدنيا مشت خلاص ما كرمكش بقى يبقى هنفتح نشيلها فتحة بتكون بسيطة برضو وبطلعها ده للمريض وخيط وقوم روح ماشي على رجلك ومارس حياتك ومفاشق مشكلة ده حاجة سطحية كويس طيب إيه اللي ممكن يجي في نفس الأماكن دي هنا كده حاجة اسمها peace and seriousness peace and seriousness تعرف بالعربي يعني ايه؟ قدم الوزة قدم الوزة عشفت قدم الوزة عامل ازاي؟ عندك هنا حاجة اسمها الاس جي اس الاس جي اس سارتوريس جراسلس من بيرونوزس دول ثلاث أوطار بثلاث عضلات جايين من فوق مسكين هنا هو ده أصلا المكان اللي احنا بناخد منه رؤعة الرباط الصليبي تمام؟ فده ألمي المريض أدسله على الجونت نايم من هنا اللي هو على على سطح المفصل مثلا من هنا كويس يقول لي لا مش هنا اقوم انا نازل بتو فينجرز تحته كده ونقدام شوية هنا يقول لي ايوه القلم هنا بالزبط تمام؟ العلاج بتاعه حقن موضعي خلص الموضوع بيجيب نتاج زي الفل معك كويسة جدا تمام؟ حقن موضعي والمريض يقدر يمارس حياته وشغله وكل حاجة ويخفه عشرة العشرة ولا فيه اي مشكلة في حاجة يبقى ده اسمه peace and seriousness التهاب الاربطة اللي موجودة هنا في المكان اللي هو المغرز بتاع الاربطة اللي جاية من فوق تمام؟ اللي هي الهامسترينج او العضلات جزء منها عضلات خلفية وجزء منها عضلة تانية تمام؟ يبقى ده يبقى احنا كده اخدنا اللي هو التهاب الوطر الاربطة اه والتهاب الوطر الاربطة والبيرسة اللي ممكن تيجي قدام واخدنا ال peace and seriousness حاجة ممكن تيجي هنا تاني وبرضو مريض يفكرها من الركبة اه Communications عند رأس عضمة عند رأس عضمة الشازية اللي هي جنب القصبة العدمة Thema عضمة الساقة الساق فيها عضمتين عضمة هنا امامية اللي هي التبية اللي هي الساق و عضمة جانبية اللي هي الشازية بيمر على العنق بتاع عضمة الشازية هنا عصب اسمه الكومنبرونيال الكومنبرونيال ده بيدد الإشارات العصبية التحت كويس ممكن يختنق من هنا نفس الكلام أدوية راحة الحقن الموضوعي بعد كده يمجي راس مع عضلات بعد كده تسليك للعصب تمام يبقى ده بس المريض يقول لك فيه تنميل وحرقان بيسرح في رجلي وينزل معايا لتحت بينزل معايا لحد تحت لحد تحت من هنا لحد تحت لحد تحت فده من العصب اللي هنا كومبرونيان روس دي من أشهر الحاجات برضو اللي ممكن تحصل كويس كده احنا اخدنا الحاجات اللي حوالين الربة قد نشعر ان هي من الربة ولكن ملاش اي علاقة بالربة ده من الفحص بنستبينه طيب ننزل لتحت شوية عندك بقى تندو أكيلس تندو أكيلس اللي هو وطر أكيلس اللي هو وراء تمام يا إما يحصل له بيرسايتس على مكان المغرس بتاعه يحصل شوية التهبات بس خلاص فالمريض يجي يقول لك وانا بطلع السلم مش قادر او وانا بعمل الحركة دي في المشي اللي هو بيرفع رجله اللي هي الخطوة دي تمام اللي هو خلاص هو بينزل بالكعب كويس وبعدين يبدأ يعمل الحركة دي عشان ياخد الخطوة اللي بعدها في الخطوة دي ليه لأنه بيكون اللي هي العضلات السمانة بتدت تنقبض علشان تديله الحركة دي تمام اللي هي البلنتر بقى اللي هو الحاجة اسمها البلنتر الرجل بتروح لفوق في دورس فليكشن والتحت في بلنتر فليكشن تمام فيبدأ يحصل احتكاك شديد ما بين الوطر وبين البرسة والكعب من وراء الحركة في في الرفع دي في الرفع والنازل لا ما ليش دعو بالنازل هو ليه دفع بالرفع وطلوع السلالم ليه لأنه انت معظم السلم ما بتحط رجلك كلها على السلم انت بتحط وش رجلك بس أو نص رجلك تمام فانت بتبقى محتاج ان العضلة تنقبض من وراء فده بيأثر تحت على التندر فدائما هما دول اكتر شكوتين كويس مجرد ما تدوس عليها وشاطر الالم بيتقلم بالعلاج بتخفه تبقى دينا كويس تمام بس ممكن بقى تتطور لحاجة اسمها هاجلند هاجلند ده اسم الرجل اللي وصف المكان زي شوكة كده بتحصل وبنشوفها في الإشاعة زي ده عضمية ده بناخد لها علاج وممكن نحنها بيأربيب لازمة برضو والمريض تحسن كأنها بيأة ما تحسنش على بقى يعني اللي هو مرة واثنين وثلاثة وحاول معاه ممكن نفتح شير الجزء ده وقوي الوطر بأنكر زيو حاجات ممكن الشوكة العضمية دكتور رحمة بيوب يعني فيها درجات الشكل بتاعها الألم بتاعها بيوب مختلف شوية والشوكة العضمية اللي هي مشهورة عند الناس اللي هو ألم كعب الرجل من تحت ده المشهور أو المعروف 99% من الناس ما بيجوشش تكوه من الشوكة العضمية الشوكة العضمية ما بتعملش ألم أساسا إلا في حالة واحدة بس أقولك عليه العادي عند الناس إنه عندهم حاجة اسمها بلانتر فاشيتيس بلانتر فاشيتيس يعني التهاب أو طار بطانة القدم أو طبيا خلال نسمى اللوز الطبي بقى التهاب اللفافة الأخمصية للقدم تمام؟ المريض يقولك أصحى من النوم الصبح هحط رجلي على الأرض كأنه دايس على مصمار أمشي شوية زي يعني باتمايل كده لحد ما رجلي تاخد على الأرض وامشي أعود شوية واجأوم أحس نفس المصمار ومع اللونج ستاندينج مع الوقفة الطويلة السبتة تمام؟ الوقفة الطويلة السبتة المتحركة لا يقولك أستريح لما أمشي تب العقل بقى الشوكة موجودة كويس كده والمريض سيأتي يجيب للمريض فيه شوكة الشوكة موجودة طبعا أنت لما تمشي ليه الدنيا بتهدى؟ ليه بتهدى؟ المفروض لما الشوكة موجودة تفضل لما تمشي الدنيا على طول العاملة كويس لا لأن الشوكة تعمل مشكلة في حالة واحدة بس لو ضغطت على الباكستر نيرو أو لاترالبرانتر نيرو ده عبارة عن عصب ماشي في كعب الرجل تحت العرض تضغط عليه فتعمل مشكلة إداسة عليه ساعتها يعمل تنميل في الرجل من ناحية بر إذا ده حصل يبقى الشوكة عملة مشكلة ما حصلش يبقى ولا الشوكة لها لازم تمام؟ لأن عددا المريض ساعات بيجيب لإشاعتين إشاعة يعني للركعبين والإثنين الاثنين في وم شوكة هو بشتك من اللي مين بس تمام ما حصلش بالشمال ليه ما فقى الشوكة لو المشكلة في الشوكة لأن مشكلة في الوطر فده دايما مرورك 99% هو بلانتر فشايت سلتاب أوطار بطانة القدم كويس؟ ما لهاش علاقة بالشوكة العظمية إلا إذا ضغطت على العصب نفسه إلا في الشوكة ضغطت على العصب safely على علاق بتاعها الأدوية رقم واحد وما لهاش علاقة بالنقرس ولا الأملاح ماشر عشان هي أيه مرتبطة بالنقرس وبالأملاح دايما لما المريض بيجي لي أول كلمة هو لسه على السرير ما لهاش علاقة بالنقرس ولا الأملاح ولا الشوكة العظمية لأنه هو بيجي لي أصلا واخد فورات الدنيا كلها لأنه يا أول كعب رجل آه يا عم شوية أملاح يا عم كبير شوية أملاح وخود الفوار ولا لها علاقة بيهم تمام؟ أول حاجة الأدوية ويلبس فارش سيليكون أو أنكل سيليكون اللي هو بيلبسش جزم أنكل سيليكون ده حاجة بتلبس يقدر يمشي بها هو حافي والكلام ده ويشد وش رجله عليه هو رايح ينام وأول ما بيصحى من نوم نفس الكلام بحيث أنه يعمل ستريتشنج للأوطار كويس قبل ما يحطها الأرض فما تبقاش أول صدمة تخبط بها على الأرض كويس؟ بعد كده لو جيه بعد الخطوة دي وقال لأنسة تعبان بحقن بحقن خلاص مرة واثنين وثلاثة نفع نفع ما نفعش شوك ويفز موجات تصدمية بالألتراسونيك نفع نفع ما نفعش بعد كده بقسم الوطر ثلاثة ثلاثة وقصة ثلاثة تمام؟ ده بالنسبة كده لإيه؟ لإلتهابات الأوطار لبطن القدم اللي بتعمل مشكلة كويس؟ من الحاجات اللي ممكن تحصل في القدم مورتونيوروما إلتهاب العقدة العصبية في أجزاء الغي هي عددا بتحصل ما بين الثالث والرابع أو الرابع والخامس المرض يقول لك وأنا ماشي حاسس بغزغزة في رجليه تمام؟ أدوية وراحة وفرش سيليكون برضو وحقن موضعي ولو ما زبطش بفتح إيه؟ وسلكها بتحصل ما بين الصباع الثالث والرابع الصباع الثالث والرابع من قدام أو الرابع والخامس في فش الرجل وفي ده فحص كده اسمه المولدارسين إن أنا أضغط عليه كده حس إذا يكليك كده بيحصل أو المريد يتقلم حدة القلم تزيد معاه تمام؟ الشبيه بيها برضو حاجة اسمها هما حاجتين خلاص اللي فضلين الفرايبرج الفرايبرج ده نقص الإمداد الدمه اللي رأس عدمة المشطية التانية رأس عدمة المشطية التانية نقص الإمداد الدمه فتبدأ يصالش الدم كويس للمشط من قدام لرأس العدمة ده لو المريد ده حصله يبدأ يحصل شوية التهبات طبعا بعد كده خلاص بتبدأ رأس العدمة يتموت ويحصل في خشونة فإما إحنا بنثبته بنعمله سمكرة أو بنستقصر الجزء ده خالص ويعيش بالعضلات وخلاص ويمكن يحصل بقى من كتر الإجهاد والحركة العضمية دي نفس المشطية التانية تتكسر تتكسر المريد يجي الرجليم والرمى أوي وبعدين أبص على رجليك بقول الله حصل لك ولا حاجة ده هكذا تخف شوية وترجع شوية تخف أصوره ألاقيه Stress Fracture Stress Fracture يعني شرخ إجهادي شرخ إجهادي يعني لا يقع ولا يتخبط بس من كتر الضغط اللي حاصل العضم طق من بعض شرخ من بعض تمام؟ يسمعها شروخ إجهادية دي لها كذا مكان في الجسم طبعا زي المشطية الخامسة وزي عنق عضمة الفخد في الناس اللي عندهم نقص في كسافات العظام ولين العظام وهي الهشاشة والكلام ده تمام؟ دي من أشهر الأماكن آخر حاجة آخر حاجة شابه مع وجود مشكلة ولكن هي ملاش علاقة بوجود مشكلة في المفس والله في حاجات كتير يعني زي ما حتى فأنا مثلا لو احنا طلعنا فوق شوية عند الكتف زي مثلا العقد العضلية دايما بكررها وقولك عليها من أشهر الحاجات اللي موجودة اللي موجودة عن دي كتير من الناس وقول لها علاجها بسيط وسهل المصر الزبازم العنيف اللي ممكن يحصل في أماكن زي آخر الظهر مثلا خصوصا في الشباب اللي بيشتغلوا دايما شغلانات تقيلة زي البايسبتال تندنيتوس التهاب وطر العضلة ذات الرأسين زي مثلا البيرسة اللي هي اللي ممكن تحصل هنا وأنها بسيط جدا كل دي حاجات ممكن تحصل خارج المفصل وليست من المفصل وعلاجتها بتكون مبسطة جدا بس يا الفكرة أوصل للتشخيص والمريض برضو يتحرك بسرعة علشان ما يضطرنيش إن أنا كرر الحاجة معه مرة واثنين وثلاثة تمام؟ بس يعني الحاجات كعادتنا في كل حلقة والوقت بيجري والموضوع يعني ما بيخلص برضو واللي بنحتاج له حلقة واثنين وثلاثة النصيحة اللي تحب توجيها في آخر دقيقة من حلقة النهاردة لمشاهدين ومثلاثين في كل مكان ما تسمعش الحد غير كلام الدكتور اللي انت روحت له لو انت وثقت فيه وثقت فيه ارمي كلام أي حد ينصحك بحاجة هو أضرب مصلحتك هو عارفه مدام انت عرفته وعرفت شخصيته وشخصك وخلاص انت تطمنت له من ناحية التشخيص أي طرق علاجي مشيك عليها مشي امشي بيها ما تسمعش لكلام حد أرجوكم يا جماعة أنا عندي كذا حد حصلت له مشاكل كتير بسبب ان هو بيسمع لكلام الناس بلاش النقطة دي اتحرك مبكرا جدا حسد بألم الألم موصل معك مرة يوم واثنين وثلاثة يبقى ده عرض مستمر ليس عرض زائل اتحرك اعرف هو تخصص ايه وروح له الدكتور أي تخصص بقى عضم مش عضم اتحرك في العموم عشان تعيش حياة صحية سليمة إن شاء الله نتمنى لكل الناس حياة صحية جيدة وسليمة ومفاصل وأوتار وأعصاب زي الفل حد ما شوفكم مرة تانية طبعا بشكرك يا دكتور رحمد دكتور رحمد محفوظ أخصاء إجراحة العظام العمود الفقري ومناظير المفاصل دائما تمتعنا بمعلومات طبية جديدة ورائعة للغاية مشاهدين الكرام في كل مكان نشوفكم إن شاء الله بإذن الله في حلقات قادمة أخرى وموضوع جديد من حلقات بالنموكل دائما بنتكلم فيه عن كل ما يخص العظام ومفاصل العظام والمشكلات اللي ممكن تشعروا بيها في عظامكم ومفاصلكم حد ما نشوفكم مرة تانية لكم من كل التحية والتخدير أنا خالد سر سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته